السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد اسامة على قناتكم خليك الاول. وزي ما عملنا الحلقة وجبنا اهم اسئلة المحافظات والحمد الله التعليقات بتاعتكم كويسة جدا. هنعمل مع بعض ان شاء الله سؤال دي برضو المحافظات تلت عدادي بالسنة اللي فاتت. طبعا سؤال من اهم حاجة فيه ان احنا لازم نبدأ نقول انه مالوش مودل انسر. يعني ايه مالوش مودل انسر? يعني انا ممكن اكون شغال معاك اجابة معينة النهاردة? وانت نفس السؤال يكون عندك او عندك اجابة تانية خالص? وبرضو تبقى صح? ده احنا ممكن نعمل للسؤال الواحد اجابة صحة. كزا اجابة وكلها تبقى صحة. طب هعرف منين يا مستر? بكل بساطة. تأكد تماما طول ما انت بتجاوب على سؤال في المضمون. يعني مثلا انا بكلمك مسلا ايه? في فيلم مرعب. قمت انت اقل لي او محمد صلاح جميل? لا طبعا كده مش هينفع. لا الفكرة كلها طول ما انت بتتكلم على نفس السؤال. فاعرف ان الاجابة بتاعتك صح. ولو انت كمان شاكك اكتب لي في تحت الفيديو وهرد عليك او ابعد طبعا على الواتس. الواتس بتاعنا خلاص بقى معروف وموجود على القناة. وموجود كمان على صفحة الفيز بتاعتنا. تعال نبدأ مع بعض كده باول سؤال. انا هنا بقول لك. وقف الفيديو طبعا وابدأ اشتغل. خلي بالك هعلمك طريقتين في السؤال الاولين ده. السؤال الاولين ده هعلمك حاجتين. يعني انت عايز تدعو. هعلمك اجابة سهلة الاول. شايف يولي في الاول دي? اه يا مستر اشطبها لي كده وخليها لي اي. وشايف عود نفسك كده. لما يجي لك عندك في السؤال بتاع واي حاجة اي حد خليها لي يبقى شايف يول دي? هتخليها ماي دايما. يبقى الاجابة دي تاخد عليها الدرجة كاملة. طب يا مستر انا اجابة تانية. خلاص يبقى وكمل جملتك. يبقى انا معناها ان انا عايز ادعوك واكمل الجملة. الاحسن للجاوب. عايز تقول would you like to come to my house? ماشي. I want you to come to my house? ماشي. I invite you to my house? ماشي. كل دي اجابات صح مية في الماء. نقف بقى هنا شوية عشان عندنا اولاد بتطلق بط كتير. خلي بالي يا شباب لما يجي يقول you ask? you ask دي معناها انت اللي بتعمل السؤال. لكن you are asked انت اللي تسألت. يبقى في الحالة دي حضرتك لازم تجاوب في الحالة دي. خلاص? لازم تكمل الجملة بتاعتك. you would like to go. طب ليه هنا لازم اقول لك تكمل? احنا قلنا في الحلقة بتاعت السيتويشن اللي احنا قلناها قبل كده دايما الحل بتاعي بعرفه من اول تلك كلمات او من اخر تلك كلمات. حين انا بقول لك you would like to go. انت عايز تروح. معناها انك موافق. يبقى اك. sure. اك. let's. اك. اي حاجة او let's go. it's a good idea. طب ايه الاجابة النموذجية قوي اللي موجودة في المودل answer في كتاب الوزارة? هتبقى I'd love او I'd like to come. طب عايز تكتب اي حاجة من اللي احنا قلناها صح مية في المية. رقم تلاتة ده بيتكرر كتير اي اولاد. an old man wants to cross the street. رجل عجوز عايز يعد الشارع. you offer to help him. انت محتاج او بتعرض انك تساعده. كتير اوي هنا بيقول لي can I help you. صح. I will help you. صح. ممكن اقول I will help you. صح مفيش مشكلة خالص. طب ايه اللي موجودة في كتاب الوزارة. طب لو انا كتبت حاجة برا كتاب الوزارة. برضو طالما انت كتبت حاجة برا كتاب الوزارة. وبتعرض بيها المساعدة برضو صح. سؤال من اكتر الاسئلة اللي انت ضامن الدرجة بتاعتها. طب ايه اللي موجود? اللي موجودة بالزبط let me see. ممكن اشوف if I can help. دي طويلة قوي. خلاص. اكتب I will help you. ممكن تقول I will help you cross the street. ممكن تكمل هنا. طب ايل انا هساعدك في انك تعدي. الشارع. اجابة صح مية في المية. اختك خارجة. الدنيا بتايه? بتمطر. برضو الاجابة عندي في الاخر. معناها النصيحة. خلاص استخدم يونت وان. يبقى you shouldn't. اي حاجة بقى. هنا بتقول لك go outside. يبقى you shouldn't go outside. طب عايز اقول I advise you not to go outside. صح. If I were you I wouldn't go outside. صح. You have better not go outside. صح. اي اجابة من يونت وان صح طالما انت بتدي نصيحة صح. اكسلنت. A friend asks you. خلي بالك. هو اللي بيسألك. what you thought of a scary film. خلي بالي باعش الدين بتلقبط او اولاد. that had just finished. هنا صديقك بيسألك ايه رأيك في السكيري film. طب ليه هنا الناس بتطلقبط. هنا في اولاد بيكتبوا لي it's amazing. I liked it. It's interesting. لا اولاد. افضل حاجة التزم بالصفة اللي موجودة قدامك. هنا قالك scary. خلاص. قلو it was scary. طب يا مستر انا عايز اكتب له. I felt scared. صح. I felt frightened. صح. I felt worried. صح. خليك في السهل. الجملة الطويلة بدرجة. والجملة السوائرة برضو بدرجة. بتتكرر اول رقم تلاتة دي. although you lost the game. although معناها بالرغم من. طبعا ديت unit five. lost the game. you congratulate your opponent. انت بتهني المنافس بتاعك. opponent اللي هو المنافس. خلاص هتقول له. اسهل حاجة. well done. احسنت. مش عايز تقول له احسنت. عايز تحط touch. اقول له يا سيدي congratulations. مبروك يا سيدي. ها كسبتنا. ها اللي بعده. ايه تاني. خلاص? ام يعني خليك سهل دايما على نفسك. a friend of yours has won a game. اهو. فاز بجايزة. congratulate him. هلا سيئة congratulate. حطت لها بقى شن في الاخر يبقى زي الفل كده. يبقى congratulations. your younger brother says. اخوك بيقول that is bigger than London. Athena اكبر من London? you don't think this is correct. خلي بالك الاجابة من هنا. انت لا تعتقد ان دوت صح. طب اقولها له ازاي? هو بيقول ان Athena اكبر من لندن. وانا شايف العكس. يبقى ممكن اقول له I don't think so. محتقتش. وممكن اعكس الصفة خالص. يعني ممكن تقول له مثلا I think. ويعكس بقى الصفة. هنا بيقول لك. اسنس is bigger than London. يبقى لندن مش عارف ايه. وصلت. you are asked where a tourist can buy a map. خلي بالك you are asked ديت معناها ان انت اتسألت بقى انت لازم هنا لازم تجاوب. اول ما تلاقي tourist دي تقول له you can go to. وديه على طول مكانه to the tourist او دع tourist information center. يبقى هتوديه لمركز المعلومات بتاع السائح على طول. اول ما تلاقي tourist وديه على طول tourist information center. your mother asked us the unit four. your mother asked us how you did on the english exam. عملت ايه في الامتحان? خلي بالك بقى. express certainly. عبر ان انت متأكد ان انت برينس البرانس. طب هتقولها ازاي بقى انت برينس البرانس. unit four كنا بنتكلم على I'm sure. او بنتكلم على I must. يبقى I must get high marks. يبقى طبعا لازم نكتبها كاملة. اهي نكتبها على بعضها. يبقى high marks. يبقى انا اكيد هجيب درجات عالية. I must pass the exam. I'm sure I will pass the exam. كل ده صح. you warn. warn معناها يحذر. you warn your younger brother not to look at the sun. بتحذره يعني بتنصحه. يبقى you shouldn't. وكمل جملتك. look at the sun. you bought a nice story. انت اشتريت قصة جميلة. and you recommend it to your friend. وانت بتوصي. طبعا برضي unit one. يبقى I recommend. عندك حكتين بقى ممكن تحلي بيها باشا. ايه هو يا مستر. يا اما تقول لي I recommend. واجيب ورها ing. يا اما تجيب ورها you to. وبعدين فعل في المصدر برحتك. يعني ممكن تقولها I recommend reading this story. ان انا بنصحك ان انت تقرأ هذه او بوصيك ان انت تقرأ هذه القصة. او I recommend you to read this story. برحتك ده او ده. اللي تنصح. المهم لما تستخدم القعدة استخدمها صحي جدا. طيب متعادة هي. you want to invite your friend to you. your birthday party. a do you. انها تبقى I. your friend هتبقى you. ويور هتبقى my. بص بقيت زي. I wanted to invite you to my birthday party. فيش هسهل من كده. you want to ask your father. خلي بالك. you want to ask انت اللي بتعمل السؤال. to buy a new computer. ان هو يجيب لك computer. يعني هنضطر ان احنا نستقزم في الحالة ديت. حشان مصلحاتنا طبعا تتعمل. يبقى can you buy me a new computer? ممكن احق اللي بارك لك تشتريه لكمبيوتر جديد. ما فيش مشكلة. طيب could ممكن اقولها could you buy? ماشي ما فيش مشكلة. a friend says that. صديقك بيعتقد ان المنية is bigger than kairu. I don't think this is correct. عارف انت ممكن تعملته ليه? ممكن تشيل ايو دي. تخليها اي. بس خلاص. I don't think this is correct. خلاص. المضوع خلص. situation سؤال جميل. your friend wanna running race congratulate. بتتكرر ايه? مش هنعيدها بقى. ask a friend. خلي بالك. ask يبقى حضرتك اللي هتعمل السؤال. to recommend a good place to buy souvenir. خلي بالك دايما لما يجي لك السؤال بتاع ask a friend to recommend ديت. هاتها بالطريقة اللي انا هقولها لك ديت. اسهل حاجة يعني what is the best place معناها ما هو افضل مكان? to buy souvenir. او او can you recommend me a good place to buy souvenir? صح. what is your recommendation to buy souvenir? صح. ما عنديش مشكلة. بس زي ما بقول لك خليك دايما في المطبون. tell your friend not to forget to send his او hair email address. طبعا دوت unit seven او eight مش فاكر بصراحة دلوقتي. tell your friend not to. خلاص اقول له يبقى don't forget to send me your email address. or you must send your email address. او don't forget that. وكمل جملتك خليك برضو. العب دايما عالسهل. a friend of yours has won a game. خلاص. اتكررت. your younger brother برضو متكررة. خده مواجب انت بقى التلاتة دول. يبقى دول الهم وركب بتاعك من غير ما ترجع للفيديو. طيب. your friend told you that his sister just got a good boy. a baby boy. صديقك بيقول ان اخت ربنا وفقها ما شاء الله وولدت عيل او خلفت. هتقول ايه? هتقول that good يبقى that's good news. هتقول ماتقول ليش بقى هنا مش هينفع او لا احسنتي يعني احسنتي انا مالي. خلاص يا شباب. you want to emphasis. emphasis معناها تؤكد. الجملة دي مهمة. you want to emphasis that eating healthy food is necessary. انت عايز تأكد ان الاكل الصحي is necessary. نستري معناها ضروري. طب اقولها ازاي? emphasis معناها تؤكد. يبقى don't. ممكن اقول له don't forget that. don't forget that. ما تنساش ان eating healthy food is necessary. او ممكن تقول له it's important. من المهم مش انت كده عايز تأكد اه. it's important to eat. بس خلي بالك بقى لازم يجي وراء المصدر. healthy food. it's necessary. برضو اجابة صح مية في المية. رقم تلاتة ديت مهمة جدا 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 جدا. a friend of yours invite you for lunch. okay i will come. لا يا بطل. ليه يا مستر? لازم يا بنات نكمل الاخر. انا هنا قلتلك refuse politely. رفض بادب ده اكمل كمان يعني مش هقول له no خلاص. لا. give a reason. ولازم مع الاعطاء السبب. لازم ادي سبب. يبقى لازم ارفض لانه قال لي refuse. يبقى no sorry. كده لازم اقول بادب. طب I'm busy. مش لازم بقى I have a shower ورايح عند تيتا ورايح عند ماما والاخر والاقارب. لا 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 خالص. I'm busy دوب بالنسبة لي انا مشغول. مش او ما قليش انت مشغول في ايه. فخلاص مش عنا دماغي بقى. بتنسى حقوق انه مايلعبش في الشارع. خلاص. not to يبقى you shouldn't. واكمل. you shouldn't. فعل في المصدر. play. واكمل جملتك اللي هي industry. your cousin asked about your feeling. بيسأل عن شعورك. when you wanna prize. I felt too frightened. لا يا راجل. wanna prize لما فست بجيزة. يبقى I felt. قدامك بقى تقوله proud. ممكن تقوله happy. سعيد. ممكن تقوله excited. interested. اي صفة كويسة. طيب خلاص دي متكررة اشتغلها انت بقى. you want your هتبقى me. يبقى I want you to go with me to the doctor this on day. مفيش اسهل من كده. انت بتغير دمائر. الفكرة كلها اولاد انا بحط نفسي في الموقف واشتغل عليه. طيب الجملة دي برضو مهمة. a friend asks your opinion. صديقك ask your opinion. بيسأل عن رأيك. about the film you saw yesterday. هنا ما قالكش الفيلم scary ولا interesting ولا اي حاجة. يبقى في الحالة دي. جاوب زي ما انت عايز. يبقى it was. اي صفة بقى انت عايزها. interesting exciting scary. ما عنديش مشكلة طالما. هو ما حديدش الصفة. you mother asked you if you close the door well before leaving. هنا بقول لك. عبر برضو عن التأكيد. سمحيني لان انا قصص الحاجات ديات طبعا من الكتب يعني. if you close the door wait before. هل انت قفلت الباب? وانت متأكد. متأكد يبقى I must have close it. انا اكيد قفلته. وكده يبقى احنا غطينا اهم النقاط اللي موجودة عندنا في المحافظات في خدنا افكار تقريبا متجددة. ركزنا على حاجات معينة. الحاجات دي تحاول لما تلاقي الضمير ما تتعبش نفسك. اقولك بس على سر صغير. واقولك على سر صغير. اللي بيصح على الامتحان. عايز جملة صغيرة سليمة صح. مش محتاج يعرف ان اللي بيكتب ده عبكري. لا 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 خالص. الحكاية كلها انت بتدور على التلاتين من تلاتين. خلي جملك بسيطة. ولو عندك اي كوستن. اكتب لي في الكومنت تحت الفيديو. عيني ليك. هرد عليك اي وقت. سيو نكست تايم ان شاء الله.